أهلا بكم حقيقة على الهوى مباشرة فيه وقت مهم جدا جدا مش بس المصر ولا الأمة العربية ولا أفريقيا ولا الوطن العربي لا للعالم كله العالم كله عالم كله دلوقتي لا صوت يعني فوق صوت المعركة مع الكورونا بيروس كورونا أول كلمة هقولها عدوا في البيت عدوا في البيت موضوع مهم جدا 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 أن أنتوا تعودوا في البيت وتاري كلمة هقولها قبل ما أدخل في الكلام بلاش نسمع للناس اللي بتفتي الناس اللي بتخرف الناس اللي مش مسؤولة خدوا المحلومات من المصادر موسوك منها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة المصرية مسؤولين المصريين والمسؤولين العالمين خدوا المعلومة من المصدر الصحيح تاني معلومة أو تالت جملة قبل ما أبدأ برضو تكلم في الجنراء عن الكورونا أو عن هذا الفيروس أنه الموضوع مش تهريج ولا سهل ولا المفروض أن احنا نترعب قوي قوي فنقوم بأفعال فيها تحت وطقة الرعب قوي ولا نستهون فبرضو نعمل مشكلة كبيرة جدا لينا أو لناس من حبهم الموضوع مهم جدا 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 دولة المصرية قدمت الكتير في الفترة الأخيرة كتير قوي علينا احنا على المواطن المصري أنه يكون عنده درجة لأنه هذه الحالة تستلزم مواطن من طراز واعي جدا مش لازم يكون مسقف جدا ولا فاهم قوي سواعي قوي الفيروس ده فيروس أي فيروس على فكرة دايما جملة أو كتير من الفيروسات دايما نقول جملة في بداية تقول إيه ده فيروس مش قوي قوي التعبير ده مش صح علمية التعبير ده مش صح علمية ما فيش حاجة اسمها تقول الفيروس ده قوي 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 ولا ضعيف لأنه فيه situation مميزة هو طبعا فيه فيروس أقوى منه يعني أنا أقولتلكه قبل كده مثلا السارس السارس الأديء اللي هو الكليسيكي ده أقوى الإيبولة أقوى لكن هذا الفيروس لازم ناخد بالنا عوامل كتيرة مهمة أوي هو قوي ولا ضعيف بالنسبة لمين بالنسبة لي ولا بالنسبة لك ولا بالنسبة لفلان فيه عامل مهم جدا اسمه الإنسان كمان فكرة سرعة الانتشار بتاع هذه الحالة بتاع هذا المرض المرض ده فيه علامات استفهام كتير عليه علامات استفهام مش ليا هذا استفهام للعالم كله فيه حاجات مش بفهومة لغاية دلوقتي عليه سرعة انتشاره ليه هذه الدرجة من سرعة الانتشار ده نقطة مهمة قوي الفيروس بيه انتقل بالدروبلت انفكشن بالرزاز وده هنالتكلم عليه نهارده بالتفصيل ويدخلوا اول محطة له هنا في الحلق عشان كده اول حاجة لازم تعملها كتير اول يومين دول انك تشرب ميا كتير ده عامل مهم جدا الميا هتاخده الفيروس فيه مستقبلات على فكرة لو شفنا شكله الفيروس لو سبايكس هو لو ليه سموه الفيروس التاجي عشان هو مفروض كان يسموه الفيروس الشوكي لان له أشواك سبايكس زي أشواك كده دي هي اللي بتدور على مستقبلات اول ما بتدخل بتدخل هنا 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 تبدأ تستنى شوية على امل لها توصل لهدفها هدفها هو ده هو الالفيولاي هو الحويصيلات الهوائية هي الرئة ده الهدف الاساسي لها لان هنا المستقبل بتاعها مستقبل موجود على نوع من الخلايا نوع من الرئة لما ديجي تمشي وراها تلاقي ايه تفرح قصيبات الهوائية بتاع وفي الاخر فيه حاجة اسمها حويصيلات الهوائية حويصيلات الهوائية دي اللي بيحصل فيها تبادل الغزات اللي انتم شايفينها قدامكم دي لا دي ده الفيروس اللي انت هتشوفوها دلوقتي الحويصيلات الهوائية دي مهمة جدا هي دي زي ما بيقولوه المحطة اللي عايز لها يروح يشوف الفيروس عامل زي بالزبط اللي عقولوكو ايه سبايكس عليه زي شوكات طيب لو انت شربت مياه كتير الفيروس هيدخل للمعدة وده هيقلل فرصة توصوله للرئة لكن في حالات هيوصل للرئة لو وصل للرئة سيبكم الفيديو بقى وخليكم معايها خليكم بقى نرجع هنا عشان الحبتين اللي هقولهم دول قبل مندخل في كلامنا هم المهمين سيبكم الفيديو ده خليكم معاي الرئة انت عندك جهاز مناعة جهاز مناعة لو كويس وكويس دي نحط تحتية 500 خط كويس يعني حضرتك بتلعب رياضة كتير يعني حضرتك عندك جهاز مناعة كويس يعني حضرتك بتاخدش أدويات تصبت المناعة ما عندكش حالة تأثر على المناعة انت مناعتك كويس خلص ان شاء الله هنقضي على هذا الفيروس خدت مناعة أول بيطلع من خلايا كتيرة أشهرها اسمها الماكروفاج الليكوسايتس بتدخل على الفيروس وتحاول تتعامل معه في اللحظة دي هي بتاخد منه جذب بتاخد من بروتين الفيروس جذب وتبعته الحتة في الجذب غالباً نخاع يبدأ يكون مضادات تجاه الفيروس المضادات الأولينية مضادات عشوائية شوية بتضعها في الفيروس ما هي بش عرفاه هي بتضعها في أي حاجة حاسة أن في حاجة غريبة لكن المضادات التانية مضادات سبسيفيك خاصة بالفيروس بتطلع له وتقتله لكن المشكلة ان تصنيع المضادات أنت ممكن يطول ممكن ياخد خمس أيام ولو مناعتك ضعيفة هيطول أكتر من كده ساعتها انت بتبقى انت والفيروس وجهاً لوجه وهي دي الفترة الزمنية المهمة فترة الخمس ستة أيام دول هي الفترة اللي ممكن الفيروس يلاقي نفسه إلى حدم مطلق التأثير على الرئة فهنا لازم ناخد بالنا من عدم المخلطة الفيروس في تأثيره على الرئة موضوع معقد وطويل بيأثر على الحواصلات الهوائية بطريقة معقدة وطويلة لكن مضمونها أنه ساعات يستغل خلايا بترد على المناعة بطريقة فيها نوع من الخبس الشديد خلايا بتطلع بتشتغل حاجة اسمها انترالوكين وان وانترالوكين تو مش عايز دخلكه في تفصيل صعبة لكن هذه الخلايا ممكن تزود حساسية ونفاذية أو هذه المواد ممكن تزود نفاذية الألفيولاي لهي الحواصلات الهوائية وبالتالي يدخل جوه الألفيولاي مواد اسمها الترانسوديت وتزود الحساسية أكتر وأكتر أو تزود البرميابيليتي النفاذية بتاعت الألفيولاي دي هي المشكلة الكابيلري دي اللي هي الشعيرات الأوائية الشعيرات الدموية اللي في مبطنة جوه الحواصلات الهوائية لو حصل أن نفاذيتها زادت وبتزيد على مرحلتين في المرحلة اللي هي تعمل شوية ترانسوديشن يعني شوية مية في المرحلة التانية لو زاد للتهاب تعمل اكسوديشن وده معناها أن التهاب رئي ويوصل لمرحلة عنيفة تحتاج إلى تدخل بمساعدات تنفس الإنسان مش يعرف تنفس كويس لو كبير في السن أو عنده مشكلة مناعية كبير قوي في السن ومش كل كبير في السن مناعته ضعيفة فيه ناس كبار في السن معايتهم كويسة جدا وفيه ناس كبار في السن عمرهم البيولوجي مش هو يساوي عمرهم الحقيقة في البطاقة ممكن يبقى سبعين سنة لكن عمره البيولوجي اللي يقتل بدنية وصحته كأنه عنده وربعين سنة لكن برضه لازم نخاف عليهم لازم نقعد في البيت لازم نحذر من الارتباط ببعضنا البعض اللي حصل في إيطاليا حصل بسبب استهترهم انتشار الفيروس في إيطاليا حصل بسبب الاستهتر وبرضه هقول تاني ما حدش يتكلم على دواء كده اجتهادي في الفيروس نخابة الأطباء أصدرت تقريرات أو هي موجودة القوانين بتاعة النخابة من زمان لا ينبغي الحوار عن أي دواء بشكل اجتهادي أو بشكل متفرد لازم ده يتم من خلال المصادر الحكومية والمصادر المسؤولة المباشرة للحديث عن الدواء فمفيش داعي للفتي في السوشيال ميديا ومش أي حد يطلع على السوشيال ميديا يتكلم وخلاص لازم يكون عنده فهم أو ميديكال باجراوند دكتور آه طبعا يكون بس يكون فاهم هو بيتكلم عن إيه بالزبط ويعرف حدود الكلام أنا حدود الوضع الكلام بتاعي لغاية هنا المتخصصين يقدروا يتكلمونا بشكل أكبر في هذه الموضوع ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة